سؤال رقم سبعة طلب منك إكمال جدول تشغيل لهذه الدارة كما تلاحظون عندما تنظر إليها تجدها نوعا ما دارة معقدة لكن هي دارة بسيطة جدا لاحظوا معي هذه الدارة أقسمها إلى ثلاث طوابق طابق الأول وظيفته كشف عن حزم الورقية عن طريق ملتقط كهرو الضوئي طابق الثاني وهو الدارة ضد الارتداد لأن الملمس عندما يستجب يرتد عدة مرات والعداد يحسب تلك الارتدادات إذن دارة ضد الارتداد وظيفتها تخلص من ارتدادات الملمس لم يسميه ملمس A وآخر طابق ووظيفته عداد وظيفته حساب الجبهات النازلة بالضبط حساب حزمة الورقية نبدأ في طابق الأول طابق الأول في حالة غياب الحزمة الورقية كما تلاحظون ثنائية ضوئية تسلط ضوءها على قاعدة المقحل وبالتالي هذا المقحل يكون مشبه مبدأ عمل هذا المقحل إذا صلت الضوء على قاعدة يكون قاعدة مغلقة ومشبه وممر من كوليكتور إلى إيميتور إذا لم تصلت عليه الضوء فيصبح مانع وبالتالي هذا المقحل مشبه إذن بما أنه مشبه إذن جهد بين طرفيه VCU يوضيف له SAT بمعنى SATUR مشبه وأنتم تعلمون VCU SATUR دائما تساوي الصفر نذهب إلى الجهد الثاني نكتب هنا قيمة تواتر VZ تساوي صفر فولت أو صفر منطقي الجهد الثاني وهو جهد مرجعي قمنا بحسابه وجدناه 6 فولت هنا ماذا تلاحظ؟ المقارن ما وظيفته؟ يقارن بين جهد 6 فولت والجهد 0 فولت ما هي قيم مخرج هذا المقارن؟ لديه قيمتين VZ لديه قيمتين إما نقطة هذه مربوطة بـ 12 فولت إما يخرج 12 فولت أو يخرج جيندي متى يخرج 12 فولت؟ متى يخرج جيندي؟ إذا كان الجهد قطب غير عاكس أكبر من جهد القطب العاكس فهنا VZ يساوي VCC وإذا كان الجهد القطب العاكس أكبر من جهد القطب غير العاكس فإن VZ يساوي 0 فولت ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن 6 فولت أكبر من 0 فولت و6 فولت مربوطة بالقطب العاكس إذن VZ يساوي صفر منطقي أو 0 فولت بهذا الشاك إذا ما دام أن VZ يساوي 0 فولت فإنني غذيت موصفات بالصفر فولت وبالتالي موصفات في هذه الحالة لم أعطيه الجهد وبالتالي يصبح مانع وبما أنه مانع فهو قاطعة مفتوحة في هذه الحالة نقول عن مقحة المانع أو مزدود أو غير ممرئة إلى آخره وبما أنه ترانزيستور مانع وبالتالي لا تتمغنط الوشعة لأن دارة مفتوحة وبالتالي الملمس يبقى في حالته الابتدائية هنا سأدرس قيم R و S المصدر الجهد يعطي طيار طيار يتفرع إلى فرعين الفرع الأول يمر الطيار بهذا الشكل ثم يصل إلى نقطة S ما الذي يجد؟ يجد فرعين فرع S و فرع جياندي وبالتالي الطيار يختار مسلك سهل وكل الطيار يمر إلى جياندي إذن S هنا يساوي صفر أما بالنسبة R يمر الطيار بهذا الشكل ثم يصل إلى هذه النقطة يجد دارة مفتوحة وبالتالي يذهب إلى R إذن R يساوي 1 بما أن S بما أن قلب R S يعمل بالمستوى الأعلى فإن S خاملة و R نشطة ووظيفة R وضع القلب في صفر إذن Q يساوي الصفر نكتبها هنا وبما أن Q يساوي صفر Q bar يساوي 1 منطقي وهنا بوابة نفي إذن نفي الواحد هو صفر إذن العدد وصله صفر منطقي هل يعود؟ لا يعود لأن العدد يعود جبهة نازلة فقط نذهب إلى حالة ثانية الحالة الثانية عند قطع حزمة الورق الحاجز الضوئي أي عند حضور حزمة الورق ما الذي تلاحظونه؟ تلاحظون أن المقحل الضوئي أصبح مانع وبالتالي جهد بين طرفيه يسمى VCO block block بمعنى المقحل في حالة الحصل لا يمر وجهده يساوي جهد مدارة الخروج ويساوي 12 فولت فتلاحظون في هذه الحالة 12 فولت أكبر من 6 فولت و 12 فولت مربوطة بالقطب الموجب إذن V30 ما الذي يخرج؟ يخرج قيمة 12 فولت إذن V30 قيمة VZ تساوي 1 أو 12 فولت أو تساوي VCO block أما التوتر الخروج يساوي 12 فولت أو 1 منطقي بما أن V30 يساوي 12 فولت فإن مقحل يصبح ممرر أو مشبع فهو عبارة عن قاطعة مغلقة وبالتالي الوشيعة تكون ممغنطة لأن التيار يمر عبر الوشيعة ثم عبر مقحل ثم يمر إلى جياندي عندما تتغذى الوشيعة تعطي حق المغناطسي حق المغناطسي هذا يغير حالة الملمس لاحظوا كيف أصبحت حالة الملمس وبالتالي ستتغير R و S سنلاحظ يبدأ التيار بهذا الشكل ثم يمر عبر R ثم يصل إلى هذه النقطة يجد طريقا طريق الأول دارة مفتوحة والطريق الثاني يوجد S إذن يذهب إلى S إذن S يساوي 1 أما طريق الثاني فيذهب إلى نقطة هاته فيجد R ويجد مسلك سهل وهو جياندي وبالتالي الطيار يذهب إلى جياندي إذن R يساوي 0 إذن القلب يعمل بالمستوى الأعلى إذن S نشطة و R خاملة ووظيفة S وضع في الواحد إذن K يساوي 1 و K bar يساوي 0 و النفي السفر هو واحد و الإشارة ساعة تكون تساوي 1 هل العداد يحسب هذه الحالة؟ لا يحسب لأن هذه جبهة صاعدة متى يحسب العداد؟ عندما تمر الحزمة وتصل إلى هنا وبالتالي يصبح المقهى المشبع الجهد بين الطرف V ستة أكبر من السفر موصولة بقطب النقص V-Sorty يصبح هنا يساوي 0 وبالتالي عفوا هنا يساوي 0 وبالتالي مقهى الممانع وشعر غير ممانع طالب من ما سيعود إلى الحالة الابتدائية R يصبح يساوي 1 S يساوي 0 وضع في الصفر نفي الصفر هو واحد نفي الواحد هو الصفر وبالتالي جاءت قيمة صفر منطقة وبالتالي هنا لدي جبهة نازلة إذن هنا العداد يكتب رقم 1 وتبقى هذه العملية متكررة إلى غاية حساب 5 قطع ترجمة نانسي قنقر